هل تعلم كم تمثل الضرائب من دخلك السنوي؟ لماذا ندفع الضرائب؟ وكيف تتصرف الحكومات في كل هذه المبالغ؟ هل تخضع الشركات للجباية بنفس القدر؟ لماذا تختلف نسب الضريبة من بلد لآخر ومن فئة لأخرى؟ من يدفع أكثر؟ الأغنياء من الفئة المتوسطة الدخل؟ ما هو التهارب الضريبي؟ وكيف يمكن مقاومته؟ كابعونا في برنامج الجباية ببساطة مجلة تتابع آخر أخبار الجباية في المنطقة والعالم نبسط المفاهيم ونحلل بعمق ونستمع لآراء الخبراء الجباية ببساطة مجلة جبائية من أجل عدالة جبائية مرحبا أهلا بكم في هذا العدد الجديد من الجباية ببساطة مجلة جبائية تنتجها شبكة العدالة الضريبية تاكس جاستس نيتورك يقدمها لكم وليد بن رحومة تعدها نورهان شريف ويخرجها لكم من استوديوهات إكسبرس فام في تونس هشام بن عمارة يمكنكم متابعتنا على الموقع الجباية ببساطة دوت كوم كما يمكنكم ترحو أسئلتكم في كل المواضيع التي تعنى بها الجباية ببساطة على صفحاتنا في فيسبوك وتويتر الجباية ببساطة تستمعون بعد قليل في هذا العدد لما يلي لبنان بتواجه أزمة كبيرة جداً في الفساد المستشري في التبقى السياسية اللبنانية وكالة التعاون القضاء الجنائي الأوروبية أعلنت عن تجميد 120 مليون يورو من أصول اللبنانية في فرانسا وألمانيا وليكسنبورج ومناكو وميشيكا لاتباطها بتحقيق في جرائل خلاص مال عام لبنان اللبنان محتاج لخطة لتعافي الاقتصادي بس كمان محتاج حكومة تكون قادرة على سنتيج الخطة دي حكومة تكون قوية حكومة ما تكونش حتى الحسابات التعاونية في طيبالها وهي بتفهم خطة تعافي الاقتصادي الحرب السورية أصدت شدة وإن اللبنان تحملت تكاليف ضخمة عشان إعاشة لاجلين سوريين كل ده أدت النهاية للحالة اللي احنا أسكنها بالله الجباية ببساطة مجلة جبائية من أجل عدالة جبائية مرحبا بكم مجددا نستهل عددنا هذا من الجباية ببساطة بأخبارنا المتفرقة والتي نبدأها من المنطقة العربية حيث جاء في أحدث توقعات صندوق النقد الدولي الرفع في توقعاته لمعظم اقتصادات الدول العربية خصوصا منها الدول المصدرة للنفط وجاءت توقعات صندوق النقد الدولي في اتجاه تسارع نمو اقتصاد دول الخليج العربي من 2.7% في 21.2000 إلى 6.4% خلال سنة 22.2000 وذلك بدعم من ارتفاع أسعار النفط جاءت نفس التوقعات من صندوق النقد الدولي بتباطئ اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 5.8% في السنة الماضية إلى 5% خلال السنة الحالية وذلك بسبب تداعيات أزمة حرب أوكرانيا توصلت مصر إلى الموافقة من طرف صندوق النقد العربي على تمويل بقيمة 373 مليون دولار للمساهمة في تجاوز التداعيات والأثار السلبية التي فرضها وباء كورونا وكان الرئيس المصري قد كلف الحكومة المصرية بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة يهدف هذا البرنامج إلى رفع 10 مليارات دولار سنويا لمدة 4 سنوات ويكلف الحكومة المصرية بترح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة المصرية وذلك قبل نهاية السنة الجارية نفس الحكومة المصرية أعلنت توقيع اتفاقية إيطارية مع شركة إينيا الإيطالية تسمح بتصدير شحنات من الغاز الطبيعي إلى أورو نبقى مع الشأن المصري حيث أعلنت شركة القابضة الإماراتية أيديكيو استحواذها على حصص في خمس شركات مصرية بقيمة 2 مليار دولار أيديكيو تحصلت على عدد 215 مليون سهم في فور للمدفوعات الإلكترونية بقيمة 68.6 مليون دولار كما حصلت على عدد 46 مليون سهم في موبيكو بقيمة 267 مليون دولار جدير بالذكر أن وكالة التصنيف الدولية في تشريتينغز كانت قد ثبتت تصنيف مصر عند بي إيجابي مع آفاق مستقر نبقى في المنطقة العربية حيث أعلن وزير المالية العراقي عن تحقيق العراق لمكاسب غير متوقعة بقيمة 25 مليار دولار خلال الستة أشهر الماضية من جراء ارتفاع أسعار النفط بالمقابل فإن الوضعية في ليبيا على النقيذ تماما حيث يبقى النفط الليبي رهينة الأزمات السياسية ويتسبب هذا في خسائر تقدر ب60 مليون دولار يوميا أعلن جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وإسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي خلال مؤتمر صحفي بخصوص تقدم المفاوضات بين تونس والصندوق بعد انتهاء المفاوضات التقنية بين الطرفين أعلن أن برنامج المشاورات ما زال مستمرا مع تونس مشيرا إلى وجود جولة قادمة من المشاورات مع الوفد التونسي أزعور أكد على العلاقة الوثيقة بين الطرفين كما ذكر بوقوف صندوق النقد الدولي إلى جانب تونس في أزمات سابقة على غرار جائحة كورونا حيث كانت تونس من أول الدول التي تم دعمها ومساعدتها بحوالي 750 مليون دولار وفق قوله وتحاول تونس الترويج لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في واشنطن في سعي منها للحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي عالميا أظهر تقرير موسع لصحيفة فينانشل تايمز عن أن عدم وجود قوانين مالية صارمة للتأكد من مصادر الأموال المتدفقة إلى العاصمة البريطانية لندن دفعها لتكون بؤرة للأموال المشكوك في مصادرها عالميا في سياق منفصل وصل مؤشر منظمة الفاو الذي يقيس أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في شهر مارس من سنة 22 و2000 وذلك بعد استمرار تداعيات الأزمة الأوكرانية على أسواق الحبوب والزيوت النباتية وكانت أندونيسيا أكبر الدول المنتجة لزيت النخيل قد حضرت تصديره خوفا من أزمة غذاء عالمية في حين قفزت أسعار الزراء لأعلى مستوياتها منذ عشر سنوات بسبب مخاوف من نقص الإمدادات إلى الصين حيث تجري بيكين حاليا اختبارات كورونا لجميع سكانها البالغ عددهم 21 مليون تقريبا وسط إجراءات صارمة مع تزايد المخاوف من إغلاق العاصمة بعد إغلاق شانجاي الصين التي أعلنت تسجيل أول حالة إصابة بشرية بفيروس أنفلونزا الطيور H3N8 والذي كانت دمر أكثر من 27 مليون دجاجة وديكرومي في الولايات المتحدة بسبب أنفلونزا الطيور نتيجة لذلك شهدت أسعار النفط هبوطا بخمس بالمئة في ظل تفشي كورونا في الصين زيادة على مواصلة الهبوط لمؤشر دو جونس في وول ستريت والذي فقد أكثر من أربعمائة نقطة وسط مخاوف من طباط النمو العالمي الجباية ببساطة مجلة جبائية من أجل عدالة جبائية مرحبا بكم مجددا في الجباية ببساطة أعلن سعادة الشامي نائب رئيس الوزراء اللبناني في الثالث من إبريل من سنة 22 و2000 عن إفلاس الحكومة اللبنانية ومصرفها المركزي الخبر أثار ذعرا وغضبا بين اللبنانيين ليأتي بعد ذلك تصريح من رئيس الحكومة نجيب الميقاتي موضحا فيه أن تصريح الشامي نشر على نحو مجتز وأنه كان يقصد وجود إفلاس فيما يتعلق بالسيولة وليس الملأة وعلى الرغم من تكذيب الإفلاس بقيت علامات الاستفهام حول حقيقة الوضع الاقتصادي اللبناني ومستقبل المواطنين اللبنانيين في ظل هذه التصريحات نشرت مجلة فوربس قائمة بثروات أغنياء العالم وأشارت إلى أن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وشقيقه طاها كان أكبر الرابحين خلال هذه السنة لمزيد التعمق في هذا الموضوع ينضم لنا الدكتور هاني السلاموني خبير التنمية الاقتصادية دكتور أهلا وسهلا بك في البداية أستاذ هاني هل يمكن أن تخبرنا عن الوضع الاقتصادي الراهن في لبنان ما هي الأسباب الرئيسية وراء هذا الوضع المتذابذب؟ يعني الوضع الاقتصادي الحالي إحنا كلنا سبعة عزين والأزمة بدأت من سبعين في كسبعات لأزمة كوفيد-19 الدولة أو الحكومة حطت فيود على سحب أموال الموضعين بالعملات الأجنبية وبستعمى والجلال بستخصصة وده كان يعني أول مرة كان استحسن لبناني وكان واضح إن فيه أزمة اقتصادية حد في طريقها اللي أن تعصف باقتصاد لبناني الحقيقة في 2019 كان إجمالي نتج المحلي لبنان حوالي 250 مليار دولار في 2021 مدر الإجمالي النتج المحلي من 250 مليار لـ 21 و 18 مليار دولار ده كان كمان أدى من الخصوات لإيجادات حكومية النصف تقريباً يعني وصل الإيجادات الحكومية في 2021 من 6 و 18 مليار من إجمالي النتج المحلي وده ثالث أقل نتج دخل أو إيجادات حكومية منخفضة على مستوى العالم بعد الصمار واليمن بإحتياطي في البنك المركزي أو المصرف الليجناني المركزي كان وصل لمستويات حرجة وبدأت الحكومة تتخلف عن سداد ديون دولية بالدديد عن 30 مليار دولار والخسائط على النظام المالي كانت حوالي 30 مليار دولار في 2021 حجم الخروض الخارجية كان برضو وصلت لمستويات عالية تجاوزت 92 مليار دولار وده بيمثل 183% من الناسج المحلي ودخل العام ولكن كانت كمان الليرة معدلتها في الليلة 25 سنة ومسكت حوالي دولار بـ 1500 ليرة الزب دي يعني تتخلف أن الليرة تماني بسهر الساق الطاعة يتحرك لغاية لما وصل حاليا لـ 27 ألف ليرة بنك الدولي بيعتبر أن الأزمة الاقتصادية في البنان دي واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية خطورة في العالم وممكن هي أكبر أزمة الاقتصادية تحصل في دولة في سنة 1850 يعني من حالي 172 طيب هناك بعض التصريحات أستاذ هاني السلاموني تفيد بأن إفلاس إفلاس الحكومة والبنك المركزي لا يمثل إنعكاسا للواقع سواء ماليا أو اقتصاديا في تقديرك ما هو تعريف الإفلاس وهل يمكننا قراءة المشهد اللبناني في هذا الاتجاه هو يعني المفروض الدول مختلفة عن الأشخاص يعني الأشخاص أو الشركات لما تفلس ممكن تفكر الأصول ودعها عشان تسد ديون المتحدثين لكن الدول بتفلس لما تعجز عن الوفاء باستجاماتها المالية الاستجامات المالية دي قد تكون في صورة الزوافد بتاعة الموظفين أو تعقدتها لتنفيذ المشايا المختلفة أو إنها غير قادرة على دفع قيمة ما تشتريه من سلع ووضايا أو إنها غير قادرة على دفع صوائد القروض ببايتها أو وصول الديون بتاعتها فالصورة دي كلها بتفضي الوضع إن هو وضع ممكن ما يكونش فيه إعلان على مستوى الحكومة وده راجع لأكبرات سياسية كالتبات سياسية معينة مع الدول المنحة فدخولات الدول الداعمة للبنان إن هما يعملوا تأجيل من أجاز الديون أو الحروب بتاعتها لكن في النهاية صورة الإفلاس بالكامل وقع على الدولة لكن الدولة حتى الآن دخل في مفاوضات مع صندوق نقل الدولي عشان حجمة إلطاد لبنان يعني تقنياً لا يمكن لأي بلد أن يفلس خاصة في عملته المحلية لكن فيما يخص الالتزامات الدولية وخاصة تسديد الديون هناك إمكانية لإعلان بين ظفرين الإفلاس في عدم إمكانية تسديد الديون خاصة وحصل قبل كده لدول أخرى أرجنتين 2002 اليونال في 2012 كل دي دول سبقوا إعلانة إفلاسها ودخلت في مفاوضات صعبة مع الدول اللي باقينة ليها عشان تقريفت إدولة ديونها وفي المدر الأرجنتين مثلاً في طوائل ديون تم إدالتها وعاجز لدولة ديون أخرى يعني النهاية الدول مختلفة في إعلان إعلان الإفلاس عن أشخاص فضعيين أو عن الشركات ويكون هناك أكتبات دولية لانتصاص خلق الإفلاس دي ما بيبقاش في إن هو أفلاس طاحتها يعني ما بيبقاش لايك ديد إن لا دولة بتخش فيه مفاوضات صعبة بيكم عشان تعيد تقليم تعيد تقليم تقليم ديون بتاعتها وسعيد جدولتها وسعيد ترسيبتها المالية ومبنان بتحاول إن هي توصل إلى التكامة من دوق الماء الدولي عشان تعيد جدولت الديون بتاعتها وتعمل نظام مالي يقدر يضبط إيقاع الأقتصاد ويقصى اللبنان للحالة في الأقتصاد طيب خبير التنمية الاقتصادية دكتور هاني السلاموني لبنان مرت من قبل بعديد الأزمات الاقتصادية في تقديرك هل تختلف هذه الأزمة عن سابقاتها يعني طبعا هو يجب أن يكون السبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية اللبنانية هي أزمة سويسية منذ نهاية الحرب الأهلية المرة الأكثر من 15 سنة انتهت في السنة في 1990 بتساق طائف اللي أسم السبب الصادين 18 طائفة بنية معطرف بها في الدين من هنا بدأت المشكلة أنه بدأ القرارات الاقتصادية تأخذ على أصص طائفية ده أدى لأنه بقى فيه نوع من أنواعها الفساد السياسي والاقتصادي في البلد أدى في النهاية أنه أنه الناس بقت من غير كهرباء البنية التحقيقية بدأت ضعيفة ما فيش وحود فيه معاناة للحصول على الجاة مدنان أفطلاً كان عنده أربع نصر صوية جداً بتدعم للحصوات بجاعة يعني أنه كان عنده تمركز البنوك العالمية والمقصية المالية الدولية في بيروت ودخصة للزراعة والسياحة خانت عاملة مردود اقتصادي عالي ودخصة لمطار بيروت اللي هو كان محطة الراحة الجوي بالمشارع والغرض الحقيقة البنوك العالمية ومسؤوليات المالية الدولية تحركت من بيروت نتيجة لحرب الأهلية وراحت باي وأبو ظبي ودول الخليجية أخرى ودخصة عاد كان نحكمها فيها الزراعة كان نتيجة للحرب حصل فيها الهيار المطار بيروت ما بقاش وقف الوقت الشرق في الغرب كمان عندنا مشكلة كبيرة ان سياسات الاخصادية قضاها رئيس الزراء الان الاخصباح رفق الحريبي التينات الله يلحمه كان سياسات اخصادية مدنية على أقديم الخدمات وليس على أساس اقتصاد انتاجي فهو كان فكرته ان هو يحول اللبنان به الهب للخدمات للدول الخليج والدول البروكية اللي عايزة تشتغل في الشرق الوسط الحقيقة الاساسات دي ما استمرتش وما نجحتش وهي ما نجحتش في أقصر من دولة كما نجل لكن في النهاية الاقتصاد اللبناني ما كانش فيه العجلة الانتاجية اللي تقدر تقوم الاقتصاد ما كانش غيره الصادرة اللي تقدر ما هي تجيب عملة صعبة للنهاية ده بالإضافة طبعا العواد الكامية زي الاستراعات الصائحية على الحفظ السياسية عدم استخدام السياس طبعا الحرب السورية أصد شدة وإن اللبنان تحمل تكاليف ضخمة عشان يعاش اللاجلين السوريين كل ده أدى في النهاية للحالة اللي احنا أسفرها نفهم من كلامك أن كل هذه التراكمات أدت بلبنان والاقتصاد اللبناني إلى هذا الوضع الصعب هل يمكن اعتبار هذه أسوأ أزمة مرت بها لبنان وتمر بها لبنان خاصة عندما نرى محاولات من المواطنين للقيام بهجرة غير شرعية يعني هو طبعا المواطن اللبناني يعني مش قادر يوفر نفسه حياة ودخل بعيس خاصة من أن عدد كبير من الشركات الشركة من كل خمس شركات أثرت في السنتين لفاته على الأقل شركة الشركات عامل تحقيق العدد المواصفين وصلت في بعض الأحيان الأربعين في المائة من المواصفين يونساف تقرير ليها بيقول أن 77% من القصر اللبنانية غير قادلة على توثير الرزاء في لبنان حقق أعلى معدلات الزيادة في الأسرار تقريبا زيادة في الأسرار رزاء أسر الأسرار في لبنان كمان فيه تراجع كبير في تخويلات اللبنانيين العاملين في الخارج ده كان واحد للعائل للإخصاد اللبناني اللبنانيين العاملين في الخارج بيعملوا تحويلات صنوية لأعجوهم العاشين حصل تراجع كبير ما تفسير هذا التراجع أستاذ؟ أنا مش سمع الصوت ما تفسير هذا التراجع في التحويلات؟ طبعا العالم واجه أزمة إخصادية كبيرة في سوفيد مانتينو فيه وظائف كتيرة استغناء عنها وفيه ناس كتيرة قاعدت في البيت فطبعا التخويلات من الخارج قلت كتير جدا نتيجة لظروف توفيد مانتينو لكن مرة ثانية مفيش عامل واحده هو العامل الأساسي في الوصول للإخصاد اللبناني للوضع اللحظات وشايفينه أو اللحظات شايفة ده هو الفساد السول للإخصادية يعني حياة اللبناني بتواجه أزمة كبيرة جدا في الفساد المستشري في الطبقة السياسية اللبنانية يعني على سبيل المستشري في شهر مارس اللي فات وكالة التعاون القضاء الجنائي الأوروبية أعلنت عن تجميد 120 مليون يورو من الوصول اللبنانية في فرانسا وألمانيا ولوكسنبورج وموناكو وبرجيكا لاتبطها التحقيق في جرائم وإخبارات مال عام لبناني وفيه كلام كمان إن فيه اتهمات شخصيات مهمة في المصد المستشري اللبناني يوجد تحقيقات بخصوص 330 مليون دولار من المال العام فدي كلها طبعاً يعني دي كلها تهد أي اقتصاد دي يعني فساد رأي الفساد ضخمة جداً ومفيش تحقيقات شخصة تقدر من هي تحدد حيوكالة بتم اختبارات الأموال دي ولا لأ وإجاي ممكن جنان يردعها حتى يردعوها ده يؤدي كمان إن البزنس جنان نفسه بيحصلوش دموه بيحصلوه مكماش وبالتالي الوضع الأقصادي بيسوك البنك الدولي في تحليل الأزمة الأقصادية للبنية قال نصاً كده إن استمرار الخلافات السياسية الداخلية الملهكة وهي تراث المال البشري وهجرة السفاءات على النطاق باسة تسبب قساد متعمد وهو لتاج تقتار الرخبة السياسية بالسلطة والمنافع الأقصادية ده تحليل البنك الدولي نفسه للأزمة الأقصادية في البنية فهو متكشف جداً للسبب الأقصاد للأزمة طبعاً فيه أخطاء تانية فيه أخطاء في السياسات الأقصادية وخصوصاً في السياسات المالية والسياسات الأقصادية فيه دعم كان مستمعاً للنيرا اللبنانية ودعم العدم استقرار في سعر السر فيه حصار أمريكي عن شاسة البنوك اللبنانية اللي ليها علاقة مع إيران فيه برضو عامل المهم ترجع مساعدات الخليجية للحصول الكريم نحن عارفين دلوقتي أن العلاقات الخليجية اللبنانية في أدنى مراحلها يعني وفيه قطاع في القطاع السياحي ولو إن القطاع السياحي في 2021 يعني سند لبنان شوية ما كان برضو القطاع السياحي هش جداً وإيراداته مش ممكن من المفارقات العجيبة في لبنان دكتور هاني السلاموني أنه البلد يعيش على شافة الإفلاس في حين رئيس وزراء لبنان على قائمة الأكثر ثراءاً في العالم العربي لسنة 22 و2000 في ضوء شبهات الفساد تلك هل توجد سيناريوات حقيقية مطروحة للحكومة اللبنانية للخروج من أزمتها الحالية؟ يعني هو طبعاً وجود رئيس وزراء للياردير ده حاجة لا تعيب لحكومة اللبنانية لكن هل تحتاج حكومة اللبنانية لرئيس وزراء للياردير لدين البلد ولا هي محتاجة لحكومة كفاءات تكون قادرة أو حكومة تكنقراض تكون قادرة على إدارة طوارد بشكل فعال وإيه إنه يبقى فيه شفافية ويبقى فيه نظام لقصادي فعال ويبقى فيه كرص عمل بيتم خلقها من اللبنان الحقيقة يعني أنا شايت فيه أكتر من مليونير وأكتر من ملياردير نسب الحكومة اللبنانية بدون أي مكيكة وبدون أي عائد لأسف لأسف اتمروا خراكم الأزمة الاقتصادية رائحة موصلنا للمحبة فيه أعتقد طبعاً اللبنان محتاج لخطة لتعافي الاقتصادي بس كمان محتاج حكومة تكون قادرة على تنفيذ الخطة دي حكومة تكون قوية هما ما تكونش حطة الحسابات الزائفية في طيبالها وهي بتخطي في خطة التعافي الاقتصادية محتاج يكون في خطة من مشروع الموازنة العامة محتاج يكون في سنترول على الحسابات البنكية وعلى حويل الحسابات البنكية الخارج من المجنين وبذلك الحسابات البنكية اللي هي بالعملة الصعبة أو بالدولار محتاج يكون في قانون تعديلات القانون السرية المصرافية وعادة حيكلة المصرافية في الحقيقة جزء كبير من مشكلة لبنان ختيجة في فساد الفطاعة المصرافية ولبنان محتاجة لعادة حيكلة في الفطاعة المصرافية نحن محتاجين كمان إن هو يكون يعني صناعة اللبنان لذلك دولة زرعية أعتقد إنها محتاجة دلوقتي تكون دولة تعتمد على صناعة بشكل أكبر مهم جدا إن الاقتصاد اللبناني ينتجي يعتمد على صناعة فيها قيمة مضافة منتجات تقدم تصدرها لدول العالم ويقدر إذا فيه دخل جاي من الصادرات اللبنانية للعالم الميتة اللبنانية هذا محور مهم جدا في الاتقار الاخصادي في لبنان دكتور تزامن خبر الإعلان عن الإفلاس مع الإعلان عن التواصل لاتفاق مبدئي للحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي بالنسبة للبنان في رأيك كيف يمكن أن يكون هناك دور لهذا التمويل في إخراج لبنان من أزمتها يعني أنا فقط صندوق النقد الدولي للأسف يعني سيء الصمع جدا في الإصلاحات الاقتصادية يعني يعني التجارب اللي شاهدناها كثير من البلدان لم تكن مشجعة بالعب هي الصندوق النقد الدولي ما بيديش حل سحلي للأيامات الاقتصادية لكن بصفة عمّة الصندوق النقد الدولي بيتكلم على خمس شهود أساسية قبل الوافقة على تقديم قارد جديد في ربناني اللي هو الإقرار مشروع ضوابط قطاع المال أو اللي معروف اسمه كافتال كنترول ووضع خطة للتعافل الصوبي إقرار مشروع موازنة عامة للدولة الليبنانية تعديل قانون السرية المطرسية تعادل هيكلة القطاع المصافي الخمس شروط دول أساسيون جدا لكن يعني فيه شروط أخرى أن الدولة تكون قادرة على ضغط عمليات التهريب يعني الحقيقة التهريب في لبنان كان منظم في الخطوات اللي ساتت كان تهريب الأخذية المدعمة تهريب الوفود يعني كان فيه مشكلة كبيرة جدا ضغط الخدود وأن لبنان تكون قادرة على منع التهريب ده أحد الشروط الأخرى اللي صندوق النقبل الدولة بيحطه على اللبناني في مقابل حزبة حزمة من القروض الأخرى طبعا يعني فيه حاجة مهمة دي دم هي قوانين للأسنار وزي ما تتحمل جذب للأسنار الأجنبي عشان يجي لبناني ويشتغل ويوفر صرف عمل ويساعد على نقل صناعات جديدة للبنان ده حاجة مهمة جدا الجنك الدولة اللي يقولون القوانين محتاجة معجعة محتاجة يعني تشجيع لترينب أجانب ده الوضع الحالي لكن برة تانية تجارب صندوق النقج الدولي في الإطلاق الأخطابي كانت تجارب بالذات مع الدولة العربية كانوا شغير مشجعة على الإطلاق فيعني نتمنى للبنان أنها تكون تجربة نجحة معها إن شاء الله خبير التنمية الاقتصادية دكتور هاني السلاموني جزيل الشكر على كل ما تفضلت به شكرا لك في السيزوليد وتحية الحضرة بكل برنامجة الجباية ببساطة مجلة جبائية من أجل عدالة جبائية بهذا نصل لنهاية هذه الحلقة من الجباية ببساطة أعدتها لكم نورهين شريف أخرجها هشام بن عمارة وقدمها لكم من السوديوهات إكسبرسا فام في تونس وليد بن رحومة إلى اللقاء الجباية ببساطة اشتركوا في القناة